مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن الأربعة 18 نوفمبر 20 التاني اليوم الأمر مرافقنا كل نهار من برش الجدي الترابي تحسنت الأجواء كتير عند موالي برش الثور يلي كانوا شوي متضايقين عند موالي برش الجدي يلي ناطرين الأمر يوصل لبرشهم وأيضا عند موالي برش العثراء كيف بدا تكون الأجواء لكل الأبراج ومبلش مع برش الحمل موالي برش الحمل الجو اليوم عندكم بيطلب منكم أنكم يكونوا فعلا ويعيين ورايئين واليوم يجب اللجوء إلى المنطق وإلى الموضوعية مش للعاطفة ومش للتسرع ولا مش للتهور موقع اليوم هو موقع مسئولية حتى ولو كنتوا صغار حتى لو كنتوا مش عم تشتغلوا إلا ما تظهر اليوم بعض الإصاصية اللي بتطلب منكم العقل الناضش كبر العقل وأيضا فينا نقول الهدوء والمنطق العمل يلي بتأدوه اليوم المسئولة عنكم إياها لسا نكون مضبوطة ومدروسة 100% ننتقل لبرش الثور مواليد برش الثور اليوم النهار بيعود كتير فيه هذا النهار عن تعب عن تراجع عن فشل يمكن ما رأته فيهن فيه تقريبا في الأسبوعين الثلاثة اللي ما رأته لهالدرجة هذا اليوم ممتاز وجيد جدا لازم تستفيدوا منه هذا اليوم هو جيد لحتى فعلا تحطوا بهذا النهار أكثر من عمل أكثر من عملين تخلوا عنكم قدامكم على وراء وألم كل الأمور اللي لازم ينشغل علي لازم تكون خالصة لازم تكون جاهزة في هذا الأسبوع نصيحة يشتغلوا علي اليوم 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 نهار بيكفئكم وبيساعدكم الكل فيكون محظوظ اليوم بشكل خاص مواليد 14 لـ 19 أيار مايو بالنسبة لبش الجوزاء مواليد بش الجوزاء تعبته مظبوط تعبته تنين والتالتة اليوم هو يوم لحتى ترجعوا تاخدوا نفس غمي عمي وترجعوا وتقفوا أجريكم وترجعوا تكملوا بأشغالكم يوم جيد مهم بيساعدكم لحتى تتقنوا عملكم تاخدوا خلاصة وعبر من اللي صار معكم وتتقدموا يوم مناسب جدا لحتى تسهلوا عملكم من خلال يمكن سؤال أو اتصال أو زيارة بسبب معاملة إدارية أو حكومية أو غيرها كلكن محظوظين بشكل خاص 15 16 و 17 حزيران يونيو ننتقل لبرش السرطان اليوم هو وليد برش السرطان عندهم القوة وعندهم القدرة لحتى يسيطروا على أوضاعهم يتقدموا وياخدوا اللي لازم ياخدوا الأجواء اليوم عند مواليد برش السرطان فيها تحديات فيها استفزاز يمكن من شخص يمكن من ظرف معين لكن انتوا بتقدروا تربحوا بتقدروا تربحوا الطرف الآخر الظرف الآخر القصة التانية شو ما كانت بالهدوء بالرواء بتعدوا للعشرة عقل الماضج الشمس دعمتكن فشو ما صار انتوا رح تطلعوا منا الأجواء جيدة المهم لا تبحثوا عن المشاكل شو ما صار خلوا بتسامي كنوا وسئين من نفسكن مأمنين بحالكن وبتمشي القصة بشكل جيد جدا الأكثر حظنا في يدكم 17-18-19-19-19-ـ تموز يوليوم بنت ألا برش الأسد اليوم وليد برش الأسد الشغلة اللي عندون هي اليوم بياخد من وقت بياخد من طاقت بياخد من من خبرت من يمكن حتى من أموالكن لسبب أو لآخر اليوم وليد برش الأسد مطلوب منكم انكم تكونوا منتبهين أكتر لأموركن الخاصة الشخصية أموركم المنزلية عائلتكم وصحتكم وصحت الناس القريبة منكم بعض موالي برش الأسد اليوم يمكن يكون شغلون كتير بالبيت يعني أنتوا عم تشتغلوا أونلاين رح بيكونوا في عندكم شغلة كتير يوم متعب شوي لكن تقدروا تتخطوا نظموا وقتكم من الصبح وإذا عم تسمعوني قبل بنهار لازم تنظموا يوم الأربعة قبل بوقت الأنشط 8-10 أغسطس بنت إلا برش العذراء مواليد زابرش العذراء اليوم هو يوم قوي جدا يوم قوي جدا من الأيام القوية يلي أنتوا بتسيطروا نفوسكن كتير منهم وما حدقتكن أبضايات شاطرين أسكياء ما في شي بيسبقكن ما في شي بيخليكن تخسروا بالعكس سماما أنتم الرقم الأصعب وعنكن خبر حلو وعنكن انفراج وعنكن نوع من تقدم بعض الناس يمكن بتحسدكن عليه لذلك حاولوا مواليد برش العذراء الشغلة يلي بتشتغلوها اليوم تكون خالصة تنتهي ما تتركوه لذيول لأنه إلا ما يطلع له يمكن شي شخص أو شخصين يحاولوا أنه ينزعوها لأنه أنتم اليوم نجم يكون قوي الأنشر الأشطر والأكثر حظا كلكم محسوسين اليوم بنتقل لابرش الميزان بالنسبة لابرش الميزان اليوم نهاركن بعتبره نهار مناسب لحتى إذا في من بعض الملاحظات الصغيرة إذا في من بعض التفاصيل الصغيرة إذا بعض في قصص صغيرة حابين تشتغلوا فيها على مكتبكن بشغلكم أنتو الخاص بينكم بين حالكن هالشغل يلي بده شخص واحد يشتغل عليه يعني أنتو منكم بحاجة تكونوا ضمن مجموعة أو فريق لتشتغلوا عليه اليوم هو نهار مناسب كما أنه هو يوم مناسب للعمل في البيت في المنزل مع الولاد مع العيل يتعطون وقت يمكن تحسوا حالكن أنه بلحظة ما بيلكن أصير وبتحوسوا مثل ما نحن نقول لكن طولوا بيلكن الأجواء فيها تكون جيدة وفيها تكون حلوة الأكثر حظا 17-18 و19 أكتوبر بالنسبة لبش العقرب موالي بش العقرب التحديات يلي بتحس أنه تمرق اليوم ومنى كتيري ويمكن حتى ما تمرق ولا تحدي ما يمرق ولا تحدي اليوم أنتو أدى أنتو قادرين اليوم أولي بش العقرب أسكى أشخاص أسرع أشخاص من ناحية البديهة من ناحية التصرف الريفلكس عنكن ما حدا بيقدر يتخطى ما حدا بيقدر يتجاهله اليوم أولي بش العقرب أنتو بتحلوا مشاكل بتلعبوا دور الوساطة بتلاقوا الأجوة بتلاقوا كل شي أنتو بتكونيه اليوم أولي بش العقرب من الأشخاص يلي بتنوروا بحضوركن بسكاكن وبنضوشكن من أجمل أشخاص من أكثر الأبراج قدرة على استيعاب الأمور وحل الأمور وحل حلة وتسوية القصص والحكايات كلكن محظوظين اليوم بالنسبة لبرش القوس اليوم أوليد برش القوس بعتبر هذا اليوم يوم ضعيف يوم ضعيف لكن مش من الناحية اللي أنتو مفكرين فيه أنه بيستقوا عليكم لا لكن يوم ضعيف إذا لم تكن تفتحون وقديني sponsor خاصة على أشعة أنتو بتملكوها بتملكوا معلومات بتملكوا يمكن أموال بتملكوا خبرة هذه الأمور يكون تنتبهو لها تنتبهو لها لأنه يبدو وكأنه فيه أشخاص حابين ياخدوا منكم معلومات ياخدوا منكم وقت ياخدوا منكم خبرة يمكن حتى ياخدوا منكم يطلبوا منكم مساعدة يطلبوا منكم أموال فبكون يكونوا منتبهين إذا فتحتوا عينيكم كتير منيح بيمروا هيدا نهار بطريقة جيدة وما بيكونوا أنتوا خسرتوا شيء لكن ضروري تنتبهوا على مصروف يلي قد يكون مصروفا طارئا فانتبهوا من هيدا القصة خاصة 12 و 13 كنون الأول ديسمبر بالنسبة لبرش الشدي مولو برش الشدي أنتم اليوم نجم ساطع هل قد مهم اليوم مولو برش الشدي الأمر بيبرشكن الشمس دعمتكن من بيت الدعم اللوبيينج اليوم كتير مهم مولو برش الشدي منكن لحالكن ما في شي بيوقف بداركن ما في شي بيخسركن أنتم أقوياء جدا 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 المسألة الأمنية الحلم البدكونية اشتغلوا عليه اليوم اليوم كل شي بيزبط المسائل اللي تنقول مأدمين على جامعة ونطرين جواب يمكن اليوم يحملكم جواب ويمكن اليوم يكون نهار مناسب لحتى تفتحوا مجال آخر تقدموا على غير جامعات يعني اليوم في أفكار زكية جدا بتقولوا كيف مخطرة عبالنا من قبل وهي أفكار حلوة ويمكن تكون سهلة وبسيطة أجوة حلوة جدا بتخلي مولي برش الشدي يكونوا بجو احتفالي وبهجي كلكن محصوصين اليوم بشكل خاص 13-15 كانون الثاني يناير بالنسبة لبرش الدلو بعتبر هذا اليوم يوم بالنسبة للكون بطيء ويتطلب ويحتاج الكثير من التعقل الكثير من الوفا لحالكن وللناس يلي وقفت معكن حتى لو سمعتوا بعض شفتوا بعض التصرفات أو سمعتوا بعض التعليقات يلي منا كتير بتصب لمصلحتكن طولوا بالكن ما تاخدوا استنتاجات حاليا طولوا بالكن لأنه نظرتكن للأمور سوف تختلف كليا يوم الجمعة فاليوم نظرتكن للأمور منها زابطة مينمية تبعوا على شغلكون حللوا منيح حتى لو جربتوا أنه توصلوا إلى نتيجة حاسمة على الأرجح اليوم ووالي بشددلوا في خطأ ما وهالخطأ اليوم يمكن يكون خطأ جسيم فكونوا جدا حذرين دقوا بكل شيء وإذا بتطلبوا نظرة تانية مراجعة تانية بيكون أحسن بكتير كونوا جدا حذرين اليوم بالنسبة لبرش الحوت اليوم موالي بش الحوت من الأبراج يلي بتلاقي أنه الناس من حولها مشاجعة الناس من حولها ما عم تشتغل ضدها ونظرية المؤامرة تسقط اليوم ما في شي ضدكن ما حدا عم يتأمر عليكن اليوم الناس عم بتساعدكن اليوم الناس نظرتها حلوة لألكون وإنتوا أيضا نظرتكن لألكون حلوة وإيجابية وبالتالي باب التعاون اليوم مفتوح يعني اليوم هو اليوم يلي لازم أنكم تتواصلوا مع الآخرين لتاخدوا خدمة أو جواب نهائي أو تتواصلوا معهم خدوا الخطوة روحوا منتصف طريق أو روحوا آخر الطريق جو ممتاز اليوم الأكثر حظا 15-16-17 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هادي سنة قد تحمل سفر قد تحمل سفر ولما أقول سفر مش سفرة سياحية روحة رجعة في سفر في تغيير في نوع من نظرة مختلفة للعمل للمسار المهني المسار الدراسي هادي سنة كتير كبيرة مهمة وبتطلب منكم أيضا اهتمام بالأوضاع العائلية لأنه يمكن يكون فيه تغيير أيضا في مكان الإقامة نوفمبر ديسمبر أدار مارس حزيران يونيو وسبتمبر من أفضل الأشهر إلى اللقاء مع أبراج جديدة باي باي